مساء الخير شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة الربط سوار شاومي المي باند 8 مع الهاتف المحمول خليكم معنا وأكيد يا شباب قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعطوني إعجاب عليه لحتى يزيد انتشاره وعم تشوفونا أول مرة تركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية أصدقائي بالبداية لربط سوار شاومي مع الهاتف المحمول لازم شغل السوار وأكيد تشغيله بيكون عن طريق شبك الشاحن الخاص فيه وبالتالي بيشعل السوار وبختار اللغة اللي بديها وبعد ما اخترت اللغة المناسبة عن طريق متجر جوجل بلاي على الجوال بنزل تطبيق اسمه مي فتنس وطبعا هذا التطبيق من شركات شاومي بقوم بتشغيل التطبيق بالبداية وببدأ بالإعداد الخاص فيه بعمل إبداء بقرأ الشروط وبوافق عليها جميعا من هذا المكان بختار المنطقة الخاصة فيني وفي ملاحظة مهمة جدا يا شباب إذا اخترت المنطقة الخاصة فيك مثل الإمارات أو السعودية أو أي دولة تانية وواجهتك مشاكل بشبك السوار على الموبايل اختار المنطقة الصين مبدئيا رح اختار الإمارات المتحدة وجرب شبك الساعة على الهاتف بضغط على التالي منلاحظة بيعطيني عبارة تسجيل الدخول بعمل تسجيل الدخول للتطبيق وبهذا المكان بأدخل حساب شاومي يلي عندي إذا ما عندك حساب الطريقة بسيطة جدا بتعمل إنشاء حساب بعد ما سجلت الدخول بحسابي الشخصي في عندي إكمال معلومات ملفك الشخصي عم يخبرني إكمال معلومات ملفك الشخصي لعرض بيانات أكثر دقة عن التمرين بضغط موافق وبيقول لي تشغيل التزامن بقول له موافق بعد ما وضعت الوزن الخاص فيني مواليدي الطول الخاص فيني كل هالمعلومات الشخصية عني بيصير التطبيق جاهز لربط الساعة ربط الساعة بسيط جدا عن طريق هالإشارة هاي إشارة الزائد اللي فوق بالأعلى بضغط عليها في عندي عبارة إضافة جهاز أو الماسح الضوئي بضغط على الماسح الضوئي بيطلب مني سماحيات والوصول للكاميرا بقول له السماح بعطيه جميع السماحيات تشتغل معي الكاميرا بهذا الشكل وبصور الكود اللي طلع عندي على الساعة منلاحظ أنه أعطاني بعض الأدونات اللي هو عبي يطلب الوصول لها بقول له موافق السماح بالوصول للموقع الجغرافي موافق جاري الإقتران وبعطيه إشارة أوكي أو إشارة صح على الساعة تم ربط الساعة بنجاح وطبعا بإمكاني الدخول لجميع إعدادات الساعة بهذا المكان بضغط تم وبرجع بعطيه المتابعة وطبعا ضمن القوائم تحت في عندي الأجهزة بنتقل لعند الأجهزة وبلاحظ أنه الشاومي المي باند 8 تم ربطه بنجاح مع الهاتف المحمول وعملة مزامنة كاملة وأكيد في ملاحظة مهمة جدا يا شباب في حال واجهتكم مشكلة بربط الساعة مع البرنامج أكيد ما تنسى أنك تشبكها عن طريق البلوتوث بالبداية تفتح البلوتوث بيطلع اسمش الساعة الشاومي لسمارت باند 8 بتشبكها وبتقول له اقتران بالساعة بالبلوتوث تمام بعدين بترجع للبرنامج وبتقول له ربط الساعة مع البرنامج وأكيد يا شباب فيه أوبشن كتير كبيرة بالتطبيق فيك تغير كتير شغلات فيها من نواجهات الساعة تغير الأوبشن الخاص فيها المنبهات البحث عن الساعة وبالعكس البحث عن الهاتف عن طريق الساعة كتير أمور فيك تكتشفها لحالك شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة